هل عندكم تعاون مع جهات دولة يعني مثلا إذا حدث إضراب لا سمح الله هل هناك أيضا خطة مع الحرس الوطني مع غيره في تدارك أي موضوع الله أعلم يعني نعم أخوي أحمد ما شاء الله عليك ما أدري منه نجيب المواضيع ولكن هذا موضوع حساس نعم عندنا تعاون مع الإخوان في الحرس الوطني ولهم كل الشكر عندهم الحقيقة طاقم متميز تم تدريبهم في قطاعات مختلفة في المزارة في يعني المياه في الكهرباء في المحطات وبالتالي لا سمح الله في أي حال حصل أي مشكلة أو أي طارق إلا رجال الحرس الوطني مستعدين ومدربين تدريب عالي وعلى فكرة ترى يعني وهذه شهادة بحقهم أفضل العناصر قاعدة تديننا ولما ندربهم حتى مرة من المرات على غش مرة قلناهم واش رايكم تعطونا يشتغلون مياهنا لا وايد تعاون جدا ممتاز خصوصا كان لهم أيضا دور في ضراب النفط يعني وكانوا في أشخاص مدربين وكانت دين تجربة